السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اللهم يا رحمن يا رحيم هذا كتسمى سيد الاستغفار بيتكم ايها الاحباب الكرام ديما نردده هذا الذكر في حماية كاملة هذا تأميم رباني كتسمى سيد الاستغفار نقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعود بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم انت احق من ذكر اللهم انت احق من عبد اللهم يا رب العالمين نسألك يا فاطر السماوات والارض يا عالم الغيب والشهادة يا دا الجلال والاكرام اللهم اني اعهد اليك في هذه الحياة الدنيا واشهدك وكفى بك شهيدا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وانت على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبدك ورسولك واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور اللهم انت احق من ذكر وأحق من عبد اللهم انت الملك لا شريك لك وانت الفرض لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر سبحانك سبحانك يا رب العالمين اسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأراضين ونسألك يا ربنا بكل حق هو لك وبحق السائرين عليك نسألك اللهم أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين احفظنا يا ربنا من الزلازل واحفظنا يا ربنا من الفيضانات واحفظنا من الإعصارات واحفظنا من الحرائق واحفظنا يا ربنا من الجفاف واحفظنا من كل الكوارث اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم وارعانا بما رعيت به الذكر الحكيم يا رحمن يا رحيم ما شئت كان وما لم تشأ لا يكون الحياة سرع والحياة كفح والحياة ينبغي أن نعيشها طولا وعرضا نحن لا نختار كل شيء هناك أقدار يفرضها علينا القدر إما فقر إما مراد إما نقصا أحبة علينا أن نصبر وعلينا أن نقاوم وعلينا أن نستمر في العمال نستمر في الإبداع وأحسن ما يهتم به الإنسان هو طلب العلم لأن طلب العلم هو نور يقال بأن العلم لأبناء الأغنياء جمال ولأبناء الفقراء مال وجمال إذا كان وحدا ينتمي إلى أسرة غنية وقرى العلم كي يعد عنده الجمال المال هو موجود عنده ولكن من الذي يقرى العلم كي يعد عنده الجمال فوق المال أما الفقير فالعلم بالنسبة له مال وجمال يعني يرقع من الوضعية الاقتصادية ويجي واحد النهار اللي غادي يقدر يبدع وغادي يقدر يخدم وغادي يقدر يصرف على نفسه وغادي يقدر يعطيه لأخرين فضيما كان نشجع على طلب العلم رغم الظروف الصعبة اللي انقطع عن الدراسة ربما كان في البادية كان عوائق لأعترض الطريق دياله ركين فرصة ثانية عندنا مجموعة جمعيات في المغرب كتسمة جمعية فرصة ثانية عشنا هو الضور دياله الجمعيات وما كان قدموا الدعم لي فاتت الفرصة قال لك أنا فاتني القطار أنا رما ما وصلت لوالوك قال لي لا ما كانش نهاية ما زال ما حدك في الحياة كتنفس ما حدك في الحياة قلبك ينضب ما زال عندك الأمل وما زال عندك الفرصة ديال النجاح فكتو فرصة ثانية سواء اللي انقطع عن الدراسة كتو فرصة ثانية للتعلم اللي ربما انقطع عن الزواج ربما وفشل عاطفيان أو كيعود يطو فرصة ثانية يدعموه باش يقدر يزيد يغير حياته وتستمر معه الحياة أو فيشل في أي مشروع كيعود دعم نفسي والتوجيهات المفيدة باش يعود يكمل طريق دياله فاحنا بغينا جميعا أيها الأحباب الكرام خصوصا اللي احنا اللي عشناها مع هات الزلزال غا تعطينا واحدة رؤية جديدة للحياة هات الزلزال ما بغيتكمش أيها الأحباب الكرام يبخلي فيكم وحد ضعف نفسي لأن البعض كيسماك يقول لك راني بقيم عندي الخوف وعندي الهلاء لا ينبغي أن نتجاوز هذه هي مرحلة مرحلة بسيطة ربنا تجلى لنا بعظمته وقوته وجواروته أسماء الله الحسن الله تعالى اسمه اللطيف كالقول ألطاف الربانية الله اسمه الرحيم كجف الرحمة دياله الله اسمه الكريم كالقول كرام دياله هذه الأسماء كتسماء أسماء الجمال والله تعالى عنده أسماء الجلال أسماء الجمال وأسماء الجلال الجلال هي القهار الجبار القوي المتكبر المسيطر فاربونا سبحانه وتعالى تجلى لنا في هذا الحدث باش عرفنا بنفسه وإحنا كنزداد لعارف الله تعالى يزداد معرفة ويعمق هذه المعرفة واللي كنغافل يستيقظ هذا كتسمة به الغافلين نتجاوز دميحنا ميبقاش في قلوبنا الخوف بالعكس كنا دميحنا هي دافع لنا إلى الأمام لكي نعمل أكتر يكون عندنا خط فاصل ما قبل الزلزال وما بعد الزلزال هو أننا ننظر إلى الحياة بأنها فرصة ذهبية تمينة نعرفه قيمة الحياة ما نقوش دائما نشعر بأننا على ما تخلقناه وإحنا أشعر بالملل أشعر بالسآمة أشعر بالقلق هذا كله من تلبيس إبليس بالعكس نقول الحياة فرصة ذهبية أنا محظوظ لأن رب عز وجل مد لي في العمر وما زل أعطاني القدرات باش نقدر نخدام ونبني ونعمار ونشياد ونسعاد ونخلق الحياة نزرع ونفلح حتى إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل القيامة قيمة يعني غدغ أنت بعته وانت في يدك فسيلة وحد النبتة قال لك إن استطاع أن يغرسها فليفعل يعني دائما الإنسان عنده العمل ولو الخطر نحن ما زال العمر دي أن ننشأ الله تعالى ولمش نحن كين ولدتنا وكين أبناء الشعب وكين أبناء الوطن نعمل ونشتهد والقوي منا يأخذ بيده الضعيف والإنسان يعيش الحياة طولا وعرضا يستمتع بها أحد الأشخاص قال لي أنا استفت بعض الدروس أول حاجة الحياة رمينها نعيشها طولا وعرضا ونعبد الله تعالى يعني العبادة هي رأس المال لأن كل ما في الحياة إلى ما تلإنسان ضيعه وانقطع عنك وانفصل عنك إلا العبادة ولا عمل الصالح كي يبقى معاك وكي يبقى معاك ملكة مشير الدر الأخيرة كي تلقى الأهوال يوم القيامة لتكلم عنها في أول حلقة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل دات الحمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذب الله الشديد هذه الأهوال هذه إن إيساك يقلب شو واحد يحميه هنا غير يظهر عند الناس واحد المخلوق جميل وقوي وعنده القدرة للحماية ما شيء درك ملكي ولا قوة مساعدة ولا جيش ملكي لا هذا مخلوق غريب مخلوق غريب قوي كل واحد منا غير يظهر ليه هذا المخلوق مخلوق قوي كيساعدك وكيحميك وكيكون معاك وكيوجك وكيأخذ بيه الدكت واستقبر الأمان شو كنا هو هذا المخلوق حتى أن الإنسان ملكي كل هول والناس خايفين كيبالي هذا المخلوق يساندك ويأخذ بيدك وكييتقدم هو الخطر وكيحميك حتى كيستقبر الأمان والناس غيسولوا وغيقولوا من أنت من أنت أنا أمي وأبي تخلوا عليا أنا أولادي تخلوا عليا أنا زوجتي تخلت عليا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شأن يغنيه شكنت أيها المخلوق لعندك الرغبة في الإنقاذ والحماية وأبغيت تعاوني وتساعدني وتوقفني في هذا الهول للقيامة والزلازل والبرك شكنت قل لي أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح أنا كنت كنت تصلي وكنت تنفق من الحسنات وكنت تعمل الخيرات أنا عملك الصالح ربي عز وجل جعلني هكذا قوي وجعلني متعاطف معك وكان بعض الناس يبليهم وحد المخلوق شاحب وهو ضعيف وهو غير قادر يقول لي أنقذني أنقذني يقول لي لا أستطيع أرجوك أنقذني من هذه الأهوال والله أريد ولكن لا أستطيع غدي السورش كنت لما تستطيع قدم لي المساعدة كنت طلبك ما كنت تبقيش ما بغيتش يقول لي أنا أنا عملك عملك الغير الصالح أنا عملك الفاسد أنا ضيعتني وأضعفتني أنا الذي لم تكن تصلي لا فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا نوافل أنا الذي كنت تضيعني في أشيئتها فيها أنا أسرت هكذا ضعيفا فالإنسان ينتبه هذا الشيء وقال لنا الآن أيها الأحباب الكرام بخلاصة أن عصر الأنبياء وعصر المرسلين انتهى مع بعتة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين انتهى عصر الأنبياء مبقاش لكن بقية الرسائل الرسالات انتهت لكن الرسائل باقية ومن هذا الزلزال ورسالة لنا جميعا لكي نبدأ حياة جديدة ونتعاون في الخير ونتنافس في كل عمل يحبه الله ورسوله أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان واليقين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من فضل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله والاشتراك في القناة